تدخل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهر الخامس بينما تظل مساعي الحل السياسي متعطلة ووفقا لمصادر اعلامية قصف الجيش السوداني بالمدفعية عدة احياء في الخرطوم بالاضافة الى مواقع لقوات الدعم السريع وسط امدرمان وقالت مصادر عسكرية في مدينة الابيض ان قوة من الفرق الخامسة مشاهد تابعة للجيش استصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع وتشهد مناطق متفرقة من مدن العاصمة الخرطوم وبحري وامدرمان اجتباكات بالمدفعية والاسلحة الثقيلة والقصف الجوي فقامت اوضاع المدنيين هذا وعنة القوى المدنية السودانية في الحرية والتغيير خلال بيانها القتامي اثر اجتماعها في العاصمة الاثيوبية ايديس ابابا التوافق على بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لانهاء الحروب وبناء الدولة السودانية وعلى اثر ذلك اشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار اشار الى اجرائه مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع القوى السياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب حيث اوضح عمل الحكومة عليها وتنفيذها خلال فترة المقبلة ايقاف الحرب وتعمل خارطة الطريق بحسب النائب عقار على ايقاف اطلاق النار بين الاطراف المتصارعة والتي ستعقبها العمال الانسانية واصال المساعدات المواطنين المتضررين من الحرب وفي السياق الانساني وصلت الى مدينة امي جراس في جمهورية تشاد طائرتين مساعدات اماراتية تحمل على متنها 26 طن من المواد القذائية والدوائية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في جمهورية تشاد حيث قام الفريق الانساني الاماراتي بتوزيع المساعدات على الاهالي في منطقتين ارسو واحد واثنين التي اجتملت على السلع الغذائية الضرورية ويتضمن الفريق الانساني الاماراتي كل من مكتب تنسيق المساعدات الاماراتية في تشاد وهيئة الهلال الاحمر الاماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية ومؤسسة خليفة للأعمال الانسانية وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية ومنظومات الدولية ان مكتب تنسيق المساعدات الاماراتية قد بدأ مهامه في توزيع الامدادات الغذائية والدوائية على المحتاجين وقاصة للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء استمرار توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالتنسيق والتعاون بين الجهات الإغاثية والإنسانية والمكتب التنسيق لمساعدات الإماراتية وصلت إلى مدينة مجرس في جمهورية تشاد ضائرتين إغاثة تحمل على متنها 26 طن من المواد الغذائية والأدوية لتخبيب من المعاناة اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي